اذا صباح الخير وتحية طيبة لكم المتتابعين ومتتابعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر تنتمنى انه تكون ان شاء الله نهاية اسبوع مفقة لجميع في انتظار بداية التحاليل او بداية اللقاح بخصوص فيروس كورونا على العموم مدينة مراكش هذا الصباح استفقت على خبر وفاة محمد الوفاة اللي من موايد 1948 هو من مدينة مراكش سياسي وديبلوماسي مغربي ووزير التربية الوطنية كان وزير التربية الوطنية في حكومة بن كيران بين 3 يناير 2012 و10 اكتوبر 2013 تنعفوا بانه المحمد الوفاة اللي يرحمه والسعادة في هذا النهار انه من كوادر حزب الاستقلال تم توقيف المهم ديال الحزبية في يوليوز 2013 لعدم خضوع الى قرار الحزب تحت قيادة حميد شابات لقادي بتقديم جميع الوزراء الحزب الاستقالاتهم حاليا كان اخر المنصب كان شغلوه هو منصب وزير موانتدى في مكلف بالشؤون العام والحكامة في حكومة بن كيران التانية تنعفوا بانه محمد الوفاة اللي هو ابن مدينة مراكش والتباط وطيد بهذا الحزب العتيد عنده ثلاثة ديال الابناء عنده ثلاثة ديال الابناء والاهم فاتش كل شي انه درس في كلية الحقوق بمدينة الريباط الفاقيد بعد حصوله على الاجازة في العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق بالريباط حصل كذلك الفاقيد على ديبلوم دراسات العلية في العلوم الاقتصادية بباريز ثم ديبلوم السلك التالت بمعهد التنمية الاقتصادية بباريز وفي 1976 شغل منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بالريباط كان الوفاة انتخب نائبا برنامانيا ما بين 1977 و1997 ترأس ما بين 1983 و1992 المجلس البلدي لمدينة مراكوش وتنعفوه في هذه العاد بأنه مدينة مراكوش يعني الاهمية بأنك باش تكون في هذه الظرفية بين 83 و92 تكون يعني عمدة مدينة مراكوش وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من 1992 حتى كما سبقنا وذكرنا حتى 2013 هنا باش تعرف القيمة ديال المرحوم بخصوص الحزب الاستقلال تولى الوفاة ايضا منصب كاتب العامل الشبيب الاستقلالي ما بين 1976 و1984 كما ترأس الاتحاد العام لطلبات المغرب وشغل الوفاة ما بين 2000 و2004 منصب سفير المغرب بالهند قبل انه يعين سفيرا في ايران سنة 2006 ثم سفيرا للمملكة في البرازين وبعد انتخابات المغرب سنة 2011 اشتمت تعينه رسميا في 3 يناير 2012 على رأس وزارة التربية الوطني والتعليم في حكومة مين كيران ممثلة لحزب الاستقلال تحت رئاسة عباس الفاسي في تحالف حكومي وفي يوليوز 2013 قرر امن العمل حزب الاستقلال ويا تحت قياد حميد سابت توقف محمد الوفا من مهامه وبرزا الحزب موقفه هذا بسبب المشاكين اللي كانت يعيشها في الانظمة دياله واللوائح ومساهماتي مبادئي واهدفي بطبيعة الحال استفاد الوزي الوفا بتقديم يعني المجموعة من تضحيات بالنسبة لهذا الحزب هذا اللي تتعتبر من الحزب المهمة في المغرب على بصفة عامة على العموم اليوم بطبيعة الحالة انا اكدوا لكم متتبعين بالنسبة للناس التي سولوا الاخبار المتدولة بانه المحمد الوفا لي وزير الوزير السابق في حكومة بن كيران وفاته المانية بسبب الفيروس كورونا الليين ان لله وانا اليه راجعون العموم محمد الوفا لي من مويد 1948 مدينة مراكوش وهو سياسي وديبلوماسي مغريبي وحنك اه ومعروف لدى المغاربة بذلك القشبة دي المراكوشية يعني وقت ما كان تدير يعني شي تدخل سواء يعني في اطار الاسئلة اللي كانت يطرحوا عليه الصحافة يعني تقريبا هو نقدر بقوله بأنه نفس الكاريزما دي المنكيران لا من ناحية تجاوب في الاسئلة الصحافية ولا من ناحية كذلك يعني التعاطي مع الملفات المطروحة اللي امامه يعني الروح الدعابة المراكوشية اللي تتحكم محمد الوفا الله يرحمه وسع عليه فاضنا على العموم محمد الوفا اللي وفاته مدينة بمدينة الضر بيضاء ربما امس امس بسبب فيروس كورونا من مواد 1948 سياسي وديبلوماسي مغربي وزير الطربي الوطني في حكومة بن كيران بين 3 يناير 2012 حتى العشرة اكتوبر 2013 اللي بعدما قرر حزب الاستقلال توقف من المأهم في يوليوز 2013 لعدم خضوعي لقرار الحزب تحت قيادة حميد شابط القادي بتقديم جميع الوزراء للحزب لاستقالتهم وكان قبل يعني اللي كان منحوا بن كيران في الولاية التانية للحكومة وزير موين تدى مكلف بالشؤول العامة والحكامة في نفس الحكومة اللي كان ديال بن كيران الفاقيد حصل على الاجازة في علوم الاقتصادي بكلية الحق بالرباط وحصل على ديبلوم دراسات العليا في العلوم الاقتصادي باريس ثم ديبلوم سيك الثالث مع التنمية الاقتصادي باريس طبيعة الحال شغل منصب وستاد مساعد بكلية الحقوق في 1976 نائبا برنامانين من 1977 تل 1997 وترأس من 1983 تل 1992 من بلسل البالد المراكش هو وعضو في اللجنة النفيذية الحزب لاستقلال من 1992 تل 2013 يعني راكم واحد جربة كبيرة في الكواديد الحزب لاستقلال طول الوفاء ايضا منصب الكاتب لعام الشابيه قلالي ما بين 1976 1984 كما ترأس الاتحاد العام لطلبة المغرب وشغل الوفاء كذلك في 2000 و2004 منصب سافير المغرب قبل ان تم تعيين دياله كسافير في ايران 2006 ثم سافير المملكة في برازيل يعني الوفاء يعني اراكم واحد يعني المصار كبير في الديبلوماسية وكذلك في المصار السياسي العموم ما بقى لنا نقول لكم ان الله وان الله يراجعون تغمد الروح الفقيد والله يصبر العائلة دياله الصغيرة والكبيرة ابن مدينة مراكوش اليوم يعني استفقت مدينة مراكوش وهو ابن مدينة مراكوش على وقع وفاة محمد الوفاء ابن مدينة المشهودة يعني هو من كوادي الحزب الاستقلال شكرا لكم وتحياتي لكم وان الله وان الله يرجعون تنتمنوا انه العائلة ديال الله يصبرها يعني ويجعل يعني متوا وجنة ان شاء الله شكرا وتحياتي لكم من قلب ساحة الجمع الفناء